اهلا بكم من جديد اعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز عن توقيع خطاب نوايا مع شركة شفرون بخصوص اجراء دراسة تقييم مشتركة حول حوض خليج البحرين وبحث فرص شراء المحتمل للغاز الطبيعي المسال وتعليقا على هذه المناسبة اوضح معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة الخليفة انه يتم حاليا تقييم عمليات الاستكشاف وتنقيب غير التقليدية حسب توجيهات اللجنة العليا لثروات الطبيعية والامن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لتكثيف انشطة الاستكشاف افتتحت شركة امازون ويب سيرفرز AWS رسميا مكاتبها في مملكة البحرين في مبنى اركابيتا وهي الشركة التي تستخدم وهي الشركة التي استقطبتها مجلس التنمية الاقتصادية الى البحرين ويستوحي مكتب امازون ويب سيرفرز الجديد في البحرين تصميمه من البيئة والجغرافية المحلية الممتزجة بمبادئ الريادة في امازون وستقوم الشركة بافتتاح مراكز بيانات في الشرق الاوسط في البحرين هذا العام لتوفر بذلك تقنيات الحوسبة السحابية المرنة والموثوقة والامنة بتكاليفة منخفضة وعلى مقربة من المستخدمين النهائين في المنطقة الامر الذي يعزز قدرة مؤسسات المنطقة على اطلاق مبادرات التحول الرقمي وتعزيز مستوى الابتكار ويحرص مجلس التنمية الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تساهم في خلق وظائف ذات جودة عالية ولن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدينا مع اغلاطاتنا نتابع البورصة لنهاية تعاقدات اليوم نبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أغلق مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة 0.24% بإقفال عند مستوى 1403 نقاط وشهدت التدولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8 ملايين و486 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين و93 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 88 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تدول اليوم على سم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية حيث شهدت اليوم ختام متبين بين صعود ونزول وسط تفاؤل المستثمرين بدعم انحسار مخاوف تباطئ النمو الاقتصادي العالمي نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.43% بإقفال عند مستوى 8934 نقطة نتيجة تقدم أسهم قطاع تجزئات الأغذية في تدولات اليوم مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 1% تقريبا بإقفال عند مستوى 6064 نقطة وذلك بدعم تقدم مؤشر قطاع البنوك التجارية بشكل رئيسي في تدولات اليوم أبوظبي للوراق المالية أقفلت بتراجع طفيف بنسبة 0.04% بإقفال عند مستوى 5053 نقطة بسبب تراجع الأسهم القيادية في قطاع الاستثمار وأيضاً الخدمات المالية سوق دبي المالية قفلت بارتفاع كان الأكبر في إغلاقات اليوم بنسبة 1.22% بإقفال عند مستوى 2729 نقطة بدعم من أسهم قطاع السلع الاستلاكية وأيضاً سعود الأسهم القيادية في تدولات اليوم وأخيراً سوق مسقط للوراق المالية شهدت تراجع بنسبة 0.54% بإقفال عند مستوى 3939 نقطة مع هبوط قطاع المالي وأيضاً الخدمات كشفت وكلة موديز للتصنيف الاعتمالي أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 من أحو 111 مليار دولار أي ربح صافي يومي للشركة يعادل أكثر من 300 مليون دولار وتعدل أرباح شركة أرامكو السعودية أرباح أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة من جهتها أفادت وكلة فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالمياً من حيث الحجم وبلغ متوسط حجم إنتاجها في العام 2018 من السوائل 11.6 مليون برميل ومن الهيدرو كربون 13.6 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنتجين العالمين والأقليمين المتكاملين مثل أدنوك وشيل وتوتل وبي بي نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل أبل تخفض أسعار منتجتها في الصين من أجل دعم المبيعات تعافى النشاط الصناعي في الولايات المتحدة من أدنى مستوى منذ عام 2016 خلال شهر مارس الماضي بدعم طلابيات الجديدة والإنتاج وأعلن معهد الإمدادات الأمريكي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 55.3 نقطة في الشهر الماضي مقابل 54.2 نقطة في فبراير السابق له والذي كان أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 كما صعد مؤشر الإنتاج إلى مستوى 55.8 نقطة في مارس بزيادة نقطة واحدة عن مستوى فبراير الماضي وجاء ذلك على الرغم من تراجع مبيعات التجزئة في شهر فبراير بنسبة 0.2% فشل النواب البريطانيون في التوصل لاتفاق بعد تصويت مجلس العموم على أربعة خيارات بديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي تدور حول سينارويهات شملت بقاء المملكة المتحدة في وحدة جمهوركية دائمة مع أوروبا أو طرح الاتفاق النهائي على الناخبين في استفتاء شعبي وسط مطالبات باستقالة رئيسة الوزراء تريزا مي وقال ستيف بوركلي وزير شؤون البريكزيت إن الحكومة تؤمن أن الخيار الأمثل هو الخروج في أقرب وقت ممكن باتفاق وإذا وفق مجلس العموم على اتفاق هذا الأسبوع يمكنهم تجنب المشاركة في الانتخابات الفرلمانية الأوروبية دعم وزير المالية الألماني تواجد بنوك قوية وطنية في البلاد في إشارة لتأييد الاندماج المحتمل بين بنكي دوشابينك وكوميرز وذكر أولاف شولتس في تصريحات خلال مؤتمر في ميونخ أنه في الوقت الذي تكون فيه ألمانيا سعيدة باستضافة العديد من المقرضين من كل أنحاء العالم فإن الدولة واقتصادها يحتاجون لبنوك قوية يمكنها دعم الأعمال الألمانية وفي شهر مارس الماضي تم الإعلان بشكل رسمي أن بنكي دوشابينك وكوميرز بنك يعتزمان بدء المباحثات الخاصة بالاندماج حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة الشعبوية في إيطاليا على ضبط الإنفاق والبدء سريعا في تحقيق الانضباط في الميزانية وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها إنه يتعين على إيطاليا إلغاء التغيرات في قواعد التقاعد المبكر التي تبنتها في عام 2019 وأن تخفض وتقلص إعانات الدخل المقدمة للمواطنين وأضاف التقرير أن التعديلات نظام التقاعد التي تطالب المنظمة بإلغائها من شأنها تخفض النمو على المدى المتوسط نتيجة لتخفض العمل من بين منهم أكبر سنا وأن تفاقم حالة عدم المساواة بين الأجيال وأن تزيد الدين العام للبلاد ولن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط المعدن الرئيسية وفي الخبر الأخير من الصين أعلنت شركة أبل خفض أسعار العديد من أشهر منتجاتها في متاجرها عبر الإنترنت بنحو 6% ووفقا لموقع عملاق التكنولوجيا فقد خفضت أسعار جميع موديلات آيفون X 7 و 8 إلى جانب تخفضات في أجهزة آيفاد وماك وتروحت قيمة الخفض في أسعار آيفون بين 300 يوان صيني إلى 500 يوان وتأتي التخفضات بعد أشهر من لقاء الشركة باللوم على مبيعات أجهزة آيفون فيما يتعلق بتراجع الإيرادات بين 5 و 9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي 2018 ترجمة نانسي قنقر